يعني احنا دلوقتي البيوت الحقيقة في الشتاء بقت اكثر برودة في الصيف بقت اكثر حرارة من بره من الشارع حتى تحولنا فجأة البيوت تحولت فجأة لاماكن بتخزن الحرارة مش بتريحنا لما بندخل بيت يعني زي ما كان بيكلم مصطفى انه بيوت اجدادنا لما بندخل وفيش تكيفات فيه مراوح سقف فيه مراوح موجودة بس بحقيقة البيت يعني حرارته مقبولة جدا حتى غير الشارع اما دلوقتي العكس ايه اللي حصل اللي حصل ان احنا غيرنا طرق البناء وغيرنا التصميم اللي كنا بنستخدمه زي ما حراك قلت بالزبط حراك قلت كل النقط المهمة الاسقف مثلا تصميميا زمان كان الاسقف اعلى حراك عارفة ان الهاوى السخن كسفته بتقل وبيرتفع فبيرتفع عما بيرتفع في ارتفاعات اربع متر للسقف مختلف عن لما بيرتفع حاليا للي بنشوفه اللي بيوصل لحوالي اثنين متر ونص ده ما زي ما موجود في الصعيد في الدوار الكبير تمام والصعيد اكثر حرارة يعني اه طبعا وبنلاقي ان بدأ يبقى في استخدام للشبابيك الالومينيوم فالمعادن بقت موجودة على الغلاف الخارجي للمبنى وبتساهم على امتصاص الحرارة والانتقال الحراري وبتسرع الانتقال الحراري من اشعة الشمس المباشرة الى داخل بيوتنا فبدأت بيوتنا تخزن فعلا الحرارة اثناء النهار وطبعا ده بتفرغوا اثناء الليل والمظلومين في الموضوع ده طبعا الادوار كمان العليا الاخيرة اللي هي عندهم مشاكل مش بس من الغلاف الخارجي ولكن من الاسقف كمان العزل العزل لان احنا بدأنا دلوقتي بدأ ما نستخدم الوان فتحة للاسقف او مظلات زي ما كنا زمان عندنا البرجولات او التكعيبة المزروعة دلوقتي عندنا اطباق الدش والالوان الغمأة نتيجة تخزين مواد او تخزين بنستخدم الاسطح للتخزين طبعا دي كلها بتساعد على برضو سحب الاضاءة سحب الشمس والحرارة ونتيجة ان احنا بنبني بطبقات عزل ارخص علشان نقلل التكلفة المبدئية للمباني ده بدأ طبعا كمان يبتدي ان هو يؤثر على البيئة الداخلية طيب ايه اللي نقدر نعمله ايه اللي نقدر ازاي نقلل الموضوع طيب هل نشتغل بالتصميم القديم نرجع تاني بالتصميمات القديمة ولا هل ممكن نقدر طبعا اقتصاديا وفي اعتبارات كتيرة غير اعتبارات التصميمية المعمرية في اعتبارات اقتصادية في اعتبارات لا علاقة بالمواد المتوفرة دلوقتي يعني مثلا الاخشاب زمان كانت الاخشاب متوفرة احنا يبقى عندنا ضلفة الشيش دلوقتي الاخشاب بقت غالية فما نقدرش نستخدم الموضوع ده فبنستعيد عنها بان احنا ناخد طبقات من الملاي العزل او ممكن يبقى عندنا بلاينز او ستاير داخلية تحاول تقلل شوية الانتقال الحراري اثناء اليوم طب ايه اللي نقدر نعمله والله الموضوع ده ليه شقين لو المباني قائمة في بعض طبعا احنا بنبقى المتد شوية ولي عندنا محددين اه محددين في اللي نقدر نعمله لان طبعا المبنى ممكن خلاص المبنى تم تصميمه ممكن لهو لغير عالي الكفاءة ممكن خلاص يعني اللي احنا عندنا نقدر نشتغل بي يعني نقدر نشتغل على مشكلة التهوية مثلا نحن نحاول نهوي المبنى مساءا زي ما كان اكش بيتقال في القبل كده بحيث نحن نستفاد بدرجة حرارة الهوى البردة مساءا نحاول ننقل نهوي البيت ونطلع المخزون الحراري برا ونقفل المباني